برحب فيكم عزيزي المشاهدين ونبتدي نجهز لطبق الحلو وزي ما قلنا لكم اليوم حلقتنا مميزة احنا اليوم حنعمل المعمول نشوف مع بعض الطريقة معمول المشكل العجينة 4 كوب سميد خشن 2 كوب دقيق 3-4 كوب سكر ملعقة صغيرة خميرة فورية ناعمة 2 ملعقة صغيرة محلب 2 كوب سمن 1.5 كوب ماء الزهر 1.5 كوب ماء الورد حشو الجوز كوب جوز ناعم ملعقة صغيرة إرفة 2 ملعقة كبيرة سكر 2 ملعقة كبيرة ماء الزهر حشو الفستق كوب فستق حلبة ناعم 2 ملعقة كبيرة سكر 2 ملعقة كبيرة ماء الزهر حشو التمر كوب تمر معجون ملعقة صغيرة إرفة ملعقة كبيرة الزيت أو سمن وللتزيين سكر ناعم بودرة أعزائي المشاهدين كلمة معمول على طول مرتبطة عنا بالعيد أتمنى أنه دائما أيامنا حلوة وعيد يكون مبارك ونبتدي نجهز له طبعا قبل بوقت الوصف اللي حنقدمها اليوم وصف كتير بسيطة إحنا في كل سنة عم بنقدم المعمول بشكل مختلف وصفتنا اليوم مقدارها كمان بسيط ولكن ست البيت إذا حبت ضاعف الكمية بتقدر تتبع نفس المقادير ولكن بتعمل كميات مثلا مرتين ثلاثة أربعة بتكتضاع في نفس المقدار طبعا حنحتاج شوية محلب المحلب حيعطيني طعم كتير كتير مميز وهو اللي بيجيب طعم المعمول اللي احنا متعودين عليه طبعا المحلب بدي أطحنه فريش عشان أستمتع بطعمه الطيب حضيفه على السميد وعندي خميرة فورية ناعمة ملعقة صغيرة مش كتير وعننا نصف كوب من السكر ومقدار الطحين هلأ هذه المكونات الأساسية اللي هي هتبقى أساس المعمول طبعا عنا الصنف الثاني المهم جدا أو الرئيسي في المعمول اللي هو السمنة احنا هنشوفها لأكيف بدنا نجهز السمنة المعمول بيحتاج تجهيز قبل بليلة على الأقل وبيحتاج نفرك أو ندعك أو نبس السمن مع السميد كويس عشان كل حبات السميد تكون تغطت عنا بالسمن كويس فإحنا عشان نعمل هذا الموضوع لابد إنه نسخن السمن وهو سخن نفرك السميد بالسمن فحبتدي هلأ أسخن السمن بس خلوني أحط الغطى عشان طبعا يكون أي إشي سخن يفضل إنه نغطي بالطريقة هاي أختار درجة الحرارة خلينا نختار درجة حرارة خلينا نقول تسعين ونبتدي نشغل أعزائي المشاهدين نبتدي هلأ نضيف السميد بعد ما عندي طبعا نخلوا بالكم ببقى كتير سخن لأنه مقدوح يعتبر أضيف خليط السميد إحنا حطينا بتتذكروا السميد مع الطحين والمحلب والسكر والخميرة كله سوا خليوا بالكم لأنه ممكن تطلع فقاعات فعشان هيك لازم نتأكد إنه إحنا حطينا الغطى بهالطريقة هواقف هلأ التسخين خالص وأبتدي بس مجرد إني أحرك هالمكونات سوا لغاية ما السميد يختلت مع السمنة أعزائي المشاهدين بعد ما يختلت عندي السمن مع السميد لابد إني أسيبه يرتاح على الأقل عدة ساعات هون ممكن أسيبه طول الليل إذا صار عندكم مجال نشوف بعد هيك خطوتنا التالية أعزائي المشاهدين بعد مرور عدة ساعات بنبتدي نشوف خطوتنا التالية بسبت مضرب التقليب وأبتدي هلأ أضيف السوائل اللي حاس تعملها بتتذكروا إحنا قلنا عنا ماء الزهر وماء الورد في ناس بحطوا مي عادي ما في مشكلة بضيف ماء الورد وماء الزهر وبستمر بالتشغيل لغاية ما طبعا حبت السميد تمص هالمي وتنعجل معاي العجينة كويس ونبتدي نشوف طريقة تجهيز الحشوة وتشكيل المعمول أعزائي المشاهدين بالنسبة لتجهيز الحشوة عنا الجوز يبقى عندي مطحون بالشكل هذا أو مجروش إذا حبيته حضيف السكر حوالي 2 ملعقة من السكر وإذا حبينا نضيف له رشة من القرفة بيبقى طعمه طيب يعني مع القرفة حبتدي أحرك مع إضافة قليل من ماء الورد أو ماء الزهر هو ماء الزهر بيبقى لطيف طعمه بس إذا مش موجود عندكم تقدروا تحطوا يعني تستبدلوا هذا بهذا حضيف هيك قطرات بسيطة خلوا بالكم ما تكتروا لأنه ممكن يعني إحنا الفكرة أنه بدنا بس هالجوز هيك يجي جمع مع بعضه نفس الشيء بالنسبة للفستق الحلبي الناعم عندنا الصنف الآخر اللي كتير كمان طيب ودائما بنعمل معمول بالثلاث أصناف هذه اللي هو التمر التمر حسب نوع تمر اللي عم تستعملوه إذا تمر طازة إذا تمر معجون إذا لقيته ناشف شوي فينا نحط له شوية زيت أو شوية زبدة ونلينه بالطريقة هاي لغاية ما يصير عنا لين بهذا الشكل ونبتدي عزائي المشاهدين نجهز الصواني ونجهز الأوالب عزائي المشاهدين بالنسبة لأوالب المعمول طبعا أوالب المعمول تراث عميق يعني ودائما كل واحدة بتلاقيها عندها تشكيلتها الخاصة من أوالب المعمول عنا إحنا الوالب أو التأسيمات المتعودين عليها تلات تأسيمات اللي هو قالب الفستق وقالب الجوز وقالب التمر وعنا تلات إياسات يعني ممكن تلات تأسيمات بتلات إياسات يعني كبير وسط صغير فستق جوز تمر فبتختاروا حسب ما أنتوا بدكم من أنواع نبتدي نأخذ قطعة من العجينة طبعا أول واحدة لابد أنها تكون عندنا تجربة عشان نقدر نعرف المقاس فممكن أكون أخذ أنا الآلب بإيدي مثلا وأحط قطعة لازم أعملها هاي طبعا تعتبر كبيرة بحتاج أزغيرة شوي عشان يصير عندي مجال للحشوة ممكن هذي كمية معقولة في ناس بقى بحطوا حشوة كتير في ناس بخففوا حسب ما أنتوا تختاروا مبتدي أشكلها بتجويف بالطريقة هذي وأحشيها حسب الآلب اللي أنا بدأستعمله هذا أحنا حنعمل واحدة بالفستق فنحشيها بالفستق بهالطريقة هاي كل ما كترنا الحشوة كل ما كان أطيب طبعا عشان هيك بنقول شغل البيت دائما مميز عن شغل السوق لأنه ست البيت بتقدر هيك تشتغل براحتها وتحط حشوة براحتها بابتدي أحط قطعة العجينة في داخل الآلب أضغط عليها كويس وأبتدي أطرقها طبعا في عنا عدة أفكار بالنسبة للطريق ممكن أكون حطة أي طوب مثلا أي شيء عالي شوي عندي أو إذا موجود عندك على حافة المطبخ ممكن أطرقها ولكن إذا نزعجنا من الصوت ممكن ببساطة نأخذ فوتة المطبخ ونحطها بالشكل هذا ونطرق ونكون إيدنا تحت قطعة المعمول عشان تسقط بالإيد في منتهى السهولة بتبقى عندي هذا معمول بالفستق حنحطها على الصونية بهذا الشكل ونكرر الحشوات طبعا بنفس الطريقة نختار برضو إذا حبينا واحدة بالجوز طبعا أول واحدة بس إحنا حنقيسها خلص إحنا عرفنا القياس المعقول زي ما قلنا عشان يبقى فيها حشوة كمية كبيرة بنكويرها بالطريقة هاي ونبتدي التجويف عم تلاحظوا العجينة كتير ناعمة ومرتاحة فأرجو أنكم تنبستوا بهالوصفة وفعلا تكون مريحاكم في هالعيد هذا وتعملوها بس حاولوا تعملوها بكير قبل بوقت على الأقل اعملوا مقدار واحد ويعني جربوا أنتوا دايما ست البيت منصحها بالتجربة قبل ما تعمل مقدار كبير حسب السميد اللي عندك حسب المكونات اللي عندك عملي مقدار زي ما اللي عملت هلأ وتأكدي من وصفتك مضبوط بعد هيك تبدي تجهزي للعيد عندي هلأ قرص المعمول اللي هو بالجوز بيبقى على هذا الشكل وطبعا خلينا نرس الصنية عزا المشاهدين جهزنا هلأ الثلاث أنواع من المعمول بهذه الطريقة طبعا يفضل بعد ما أنا جهز المعمول أسيبه ويرتاح على الأقل نص سعة حتى لو أنت مثلا عم تعملي كميات كبيرة إحنا اللي بيحصل أنه أول صنية بنبدأ نعملها من خلية ارتاح لأنه بنقعد نشتغل ساعتين ثلاثة فبتكون ارتاحة بس إذا أنت وقتك دي أو كمية صغيرة اللي عم تعمليها فأعمل حسابك أنه أول صنية ترتاح على الأقل أعملي كل المقدار وسبير تاح مرة واحدة أدخلي على مرحلة الخبز حاولي تبرمج وقتك عشان ما تحس أنك أرهقتي من هذا الشغل المعمول بنخبزه بالفرن على درجة حرارة 180 بيأخذ من 12 ل 15 دقيقة خلوا بالكم يبقى أشقر فاتح ما يغمق كل ما كان فاتح كل ما كان طعمه أطيب ونشوف خطوتنا الثانية أعزائي المشاهدين خطوتنا الأخيرة طبعا وهي من أحلى الخطوات اللي هي رش المعمول بالسكر الناعم طبعا إحنا بنطلع من الفرن وعلى طول بنحط على كاونتر المطبخ لغاية ما يبرد وأبتدي أرشه بطبقة وفيرة من السكر خلينا نقول ملاحظة صغيرة في ناس بيحبوا يرشوا معمول التمر وفي ناس بيكتفوا بالحلق اللي موجود في التمر فحسب ما بتحبوا إذا حابين ترشوا أنا حطاه على قطعة من ورق الزبدة عشان طبعا السكر هذا برجع بشيل حبات المعمول وبستفيد من السكر ما بخسره لأنه عادة إحنا بنعمل كمية كبيرة فبنقيم وبنحطه بنرجع بنرخل السكر تاني فلا بد أني أغطي المعمول بطبقة وفيرة من السكر بهالطريقة هاي حبتدي هلأ أجهز المعمول على طبق التقديم حسب ما بدكم تحبوا تخلوا التمر لحال فستق لحال جرس لحال أو تخلطوا عكل هم الأشكال بيحددوا لنا نوع الحشوة أرجو أن نكون عجبكم وكل عام وإنتوا بخير خلطنا السميد مع المكونات الجافة سخلنا السمنة أضفنا السميد وبعد ما برد أضفنا له ماء الزهر وماء الورد جهزنا الحشوة وحشينا المعمول خبزناه ورشناه بالسكر الناعم معمول المشكل العجينة أربع كوب سميد خشن ثنين كوب دقيق ثلاثة ربع كوب سكر ملعقة صغيرة خميرة فورية ناعمة اثنين ملعقة صغيرة محلب اثنين كوب سمن نصف كوب ماء الزهر ونصف كوب ماء الورد حشو الجوز كوب جوز ناعم ملعقة صغيرة أثنين ملعقة سكر 2 ملعقة كبيرة ماء الزهر حشو الفستق كوب فستق حلب ناعم 2 ملعقة كبيرة سكر 2 ملعقة كبيرة ماء الزهر حشو التمر كوب تمر معجون ملعقة صغيرة قرفة ملعقة كبيرة زيت أو سمن وللتزيين سكر ناعم بودرة